في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل فا نمضي على درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب في حفظك لكتاب الله عز وجل يجب عليك أن تخصص وقتك وجهدك لهذا الحفظ وهذا الأمر قاعدة من أهم القواعد لحفظ كتاب الله عز وجل اليوم إذا تحفظ القرآن لا تقول أنا ما عندي وقت لا تقول يوم أحفظه عشرة لا لا تجعل حفظ القرآن بالنسبة لك في يومك ثنوي القرآن عزيز لا تجعله من فضول أوقاتك تروح تقعدنا واحد يقول أنا ما عندي وقت وأنا أجزم الآن وعلى يقين أن غالبنا الآن عندنا وقت ولكن نخدع أنفسنا أننا مشغولين عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أنا الآن أضرب لك مثال بسيط جدا الواحد إذا قال لك أنا مشغول وأنا ما عندي وقت الصبح دوام وعندي أولادي وأحفادي وعندي عملي الخاص إذا بعيد عنكم أصاب مرض مرض سكر أو قلب بعيد عنكم راح للدكتور الدكتور قال له شوف يجب عليك أن تخصص لك وقت تمشي فيه ساعة في اليوم لازم تمشي عشان صحتك لأن صحته أولوية و لأنه يحب صحته و يخاف على نفسه راح يجعل له ساعة في اليوم حتى لو ما عنده وقت يخلقها كذلك القرآن إحنا نحبه و أنت بتحفظ القرآن و عارف شنو رب العالمين راح يعطيك بهذا القرآن العظيم يجعل له وقت خلق لك وقت لحفظ كتاب الله عز وجل هذا بصالح رجل كبير في السن يوم الأيام كان يبي يحفظ القرآن و لكن ما عنده وقت شعر أن هذا القرآن يجب علي أن يحفظه يبي يحفظ القرآن شعر بأهمية حفظه تدرون شنو الوقت اللي اختاره روحت الدوام النص ساعة و رده من الدوام تقول لي شلون هو قاعد يسوك سيارة قولك لا عنده سايق هو قاعد وراه النص ساعة وهو رايح يحفظ صفحة أو نص صفحة وهو راجع راجع و يحفظ له زيادة و على هذا المنوال حتى حفظ القرآن ليش لأنه جعله أولوية كتاب الله سبحانه وتعالى عزيز عطى من وقتك لأنه رب العالمين وضح لك شنو لك بعد حفظ هذا القرآن العظيم قابلت شابا في جمهورية مصر العربية فقد بصره و هو في الرابعة من عمره بعدها توجه بعد حث والداه إلى حفظ القرآن الكريم حتى ختمه تعلمت من معاذ أن لكل مجتهد نصيب اليوم أتينا إلى رحلة طويلة جدا و متعبة ولكن أتينا إلى مكان يستحق هذا التعب و هذا العناء نحن الآن في المحافظة الشرقية في جزيرة السعادة كيف حالك يا شيخ معاذ؟ الحمد لله كيف حالك يا حبيبنا؟ الحمد لله طيب إن شاء الله أنتم في جزيرة السعادة وأنا الآن أشعر بسعادة كبيرة أني أجلس معك الحمد لله طيب شيخ معاذ نعم يعني أبي أعرف قصتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى بدأت وعمرك ست سنوات نعم كيف كانت هذه البداية؟ والله أنا بدأت هذه البداية وكانت يعني رحلة شاقة ولكن كنت أعلم أنها ستكون في النهاية متاعا للإنسان وفي الآخرة إن شاء الله سيكون القرآن لي شفيعا لذلك صبر علي والدي ووالدتي وصبرت وتحملت المشقات ما كنتش أتهاون أبدا في يوم مهما كان تعبان كان يروح المدرسة الصبح ونطلع من المدرسة على الدرس الكرآن وبعده نيجي من الدرس نراجع الماضي ونحفظ الربع للأستاذ الدهوله وكنت أنا عاملانه ماضي في اليوم جزئين يا يجوم الصبح بدري في الفجر يا آخر النهار فيقول يا ماما أنا تعبان أقول نبدأ بالكرآن وإن شاء الله يزول العناق فعثرنا على مولانا الشيخ جمال سعيد ديب وهو يقطن في مدينة أزخزي وعرضنا عليه الأمر الرجل رحب وجزى الله خير وكانت المسافة من العشرة لإثناشة كيلو كنت تذهب إلى شيخ أنا أعرف قصة أنك كنت تذهب بالموتوسيكل نعم نعم مع الوالد إلى أين كنت تذهب بهذا المتسكن؟ كنا نذهب في محافظة الشرقية نعم في مكان يسمى إلى اسمه قراش الأوتوبيس نعم نعم اسمه قراش الأوتوبيس كم يبعد عن منطقتكم تقريبا؟ بسرعة الموتوسيكل نعم نأخذ ثلاثة تتربعة ساعة نعم ما شاء الله ساعة لربع تقريبا؟ كنت أشرف بركوب خلفي وكانت المكينة لها بربريز زجاج أمامي فطبعا أنا لست حافظا للقرآن كله فكنت أكتب الربع الذي يحفظه معاز على ورقة وتنسخ أمامي كي لا نضيع وقتا ومعاز يقرأ علي وأصوب له الأخطاء ونحن أثناء السيف وأحيانا كثيرا نرد يعني فالشيخ كان لما معاز يغلط في حتى حكم أو تشكيل يرجع هل صحيح شيخ معاد كنت إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ وهذا السفر على فكرة الشيخ معاد يسافر إلى الشيخ وليس الشيخ هو بالجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر سفرا طويلا حتى يحقق تحيا أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان يوقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطيني آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أكبر في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا نعم ولكني سمعت النكع فريدي شوي آه الحمد لله ربنا ألعب علي لا هو شهل مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لماذا؟ لعلّا يكون ليحنجته عند الظاهر فيه من القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف من أدي وخائفا متنجدا يسألني ماذا فعلت فيك مؤاد فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب عليك مؤاد وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحده أذهب وحده فقط وليس معي أحد لكن أبيه يخاف عليه تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله؟ والحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لبلو القيم نعم ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله ما أغلق الله بابا لعبده ما حكمة إلا فتح لكم لا أغلق الله يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنت فقدت البصر لا 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 يعني البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب لن أكذب عليه كنت أغضب وأحياني لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدر نعم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهم الجنة نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردة والسلام اللهم آمن فرت همومي وانشرح قلبم هموم لما تليتك كل الأحزان فرّى يا محكم القرآن يا مسكم ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرّى فرت همومي وانشرح قلبم هموم مهم جداً وأنت تحفظ القرآن أن تحفظ بمصحف واحد يعني لا تحفظ اليوم جزء بمصحف بأن تروح تغير شكل المصحف المصاحف كثيرة وطباعات المصاحف مختلفة تماماً اليوم لما أنا أقول لك تعال أحفظ القرآن من مصحف واحد تسألني تقول لي فهد شنو السبب ليش يعني كله هو قرآن يعني أنا أقول لك لا حافظ القرآن لما يقرأ القرآن ويفتح المصحف يصور هذا المصحف في عقله وذهله وما ينسى مكان الآيات فلما يقرأ من المصحف مثلاً مثلاً أنا الحلوان أحافظ القرآن أعرف أن في سورة فصلت مثلاً إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أدري أنها ستكون في الصفحة هذه الشمال فوق لما أقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق في سورة الفرقان أعرف أنها هي نفس المكان إن للمتقين مفازة في سورة النبأ أعرف أنها عليمين فوق فتصور القرآن على المصحف هذا في طباعات للمصحف مختلفة يتغير مكان الآية فأنت يعني يختلف عليك المصحف ويختلف عليك الحفظ هذه من الأمور التي هي تعينك على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أنا أنصحك بمصحف المدينة اللي هو بمجمع الملك فهد اللي هو أخضر وأزرق ليش أنا أنصحك فيه اليوم لأنه طباعة واضحة ما شاء الله ثانياً يبدأ الوجه بآية وينتهي بآية في طباعات مختلفة يعني لا يبدأ بآية ولا ينتهي بآية أيضاً الجزء كامل يكون عشرين وجه يعني تعرف أن كل جزء في القرآن في هذا المصحف يكون عشرين وجه وبهذا يسهل عليك حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه من الأمور اللي تعينك احرص أن يكون عندك مصحف واحد تحفظ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى معنا الآن حافظاً متميزاً خريج هذا المركز مركز الجامع الأخضر الشيخ ولي حفظه الله شيخ ولي حفظك الله ما هي قصتك مع القرآن وبدايتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى بدأت حفظ القرآن في عمري ثمانية سنين اكملت حفظ القرآن في عشر ما شاء الله تبارك الرحمن أنا قلت في بداية اللقاء أن أنا معي لقاء متميزاً من الحفاظ ليس فقط حافظ بل هو متميز يحفظ القرآن برقم الصفحة ما شاء الله يحفظ القرآن ما تسأله في الآية تسأله برقم الصفحة ويجابه فنقول قبل أن نبدأ ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله نبدأ بإذن الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسأل سؤال آخر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حفظك رقم الصفحة أربعمائة وواحد بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين الشيخ ولي كيف وصلت إلى هذا الإتقان ما شاء الله يعني ليس الأمر بالسهل أنا أحفظ القرآن كاملا ولكن لا أستطيع أن أسمع القرآن ما شاء الله تبارك الرحمن بمثل ما أنت تحفظ برقم الصفحة عندما أردت أن أحفظ القرآن نظرت وأبصرت رقم الصحيفة وبقي في عقلي ثم أعلن أساتيذي أن هذا نعمة كبيرة جدا وخاصة عظمى ما كنت أدري أن هذه خاصة لي رقم الصفحة أربعمائة وواحد وخمسون فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم أحبابوا في الجنة تحيتهم سلام حفظوا شرفهم كلام رب الأنام بيرتلوا في الليل وطرى في النهام يا رب تجعلهم مع السفر الكرام في نحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعور وبحضرات ذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في نحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعور وبحضرات ذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب that's not a testament and love you sozusagen وحدنا رب القلوب في صنا يا رب midpping وشاعرات م mismية ستكون الظهرات م مو Long